نفى المركز والإعلامي لمجلس الوزراء شائعة تأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه سيتم تأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021-2022 في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع داخل لجان امتحانية مراقبة ومؤمنة بالمدارس وفقا لجدول الامتحانات المعتمد وفي سياق متصل تعقد امتحانات الثانوية العامة في المواد غير المضافة للمجموع بداية من 20 يونيو حيث يؤدي الطلاب يوم 20 يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية فيما يؤدي الطلاب امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم 21 يونيو